على الآيات والذكر وفي فيض من العتري هنا رمضان ما درست ثنير مآثر الفكري على الآيات والذكر وفي فيض من العتر هنا رمضان ما درست تنيه مآثر الفكر هنا رمضان مفتاح ودرب جاد بالخير يعانقنا فيمنحنا جمالا مشرقا يسري جمالا مشرقا يسري تراويح ومغفرة تجود عليك بالآجر وصوم فيه مرحمة به الحسنات كالقطري به الحسنات كالقطري على الآيات والذكر وفي فيض من العتر هنا رمضان ما درست تنيه مآثر الفكر على الآيات والذكر وفي فيض من العتر هنا رمضان ما درست تنيه مآثر الفكر أيا رمضان يا شغفي من الإمساك للفطري ويا من ضم لي روحي فتاهت فيه كالسحري فتاهت فيه كالسحري أيا رمضان يا شغفي من الإمساك للفطري ويا من ضم لي روحي فتاهت فيه كالسحري فتاهت فيه كالسحري سنحيا فيك يا غمرنا كتاب الله بإذكري سنحيا فيك يا غمرنا كتاب الله بإذكري كتاب الله كتاب الله اشتركوا في القناة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين رب شرح لصدري ويسر الامري وحل الاخذة من لساني يفقه قولي أما بعد السؤال الرحمن الرحمن الرحيم شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما شكراً أنت لا تقللل المشكلة إلى ذلك ليست التوقف النبي اممتازا تدرسيش إذا كانت تلت perfديدة قضية مجرد حكم المشكلة أو يشغل حكم أو يوجد توففير هذا الفاتل فيذلك لديك إذن يشغل وإنك يمكنه إيقاف للتوقف النبي But vomiting, on a general note, does not terminate the fast. Hope this answers the question. Thank you for that brief and beautiful answer. Indeed, Allah does not burden a soul more than it can bear. The next question for you, Brother Qadir Ibrahim. Does injection break the fast? والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين. Does medical injection break the fast? Generally, medical injection does not break the fast since it does not go to your stomach and it does not add nutrient to the body. But nutritional injection like glucose and some other injections that might give you energy or add nutrient to your body, this can't break the fast. This does break the fast, so you should avoid it. But other injections that would not add nutrient to your body is permissible, it does not break the fast. Hope this answers the question. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة